مصطفى قال كلمة مهمة مشيه غدا ورواحه التكاس إفريقيا موافقك ألف بالمئة سيتوفي مصطفى ولكن ليس بهذه الطريقة اللي سنشوفها هدوك من فضلك حمزة ليس بهذه الطريقة اللي قم بها جمهور الويداد ومسيلي ربما هذا النادي اللي كنا نشوفه نادي كبير طريقة ربما عيب عيب تستقبل فارق شباب الوزد بهذه الطريقة ليستقبلك أحسن استقبال هنا بالجزائر وقدم لك جميع تسهيلات هنا بالجزائر خاصة هنا بالجزائر العاصمة والفارق الويداد كان غادر في آمان إلى المغرب ولادنا اللي راكم تشوفوا فيه في شباب الوزد تعرضوا إلى الرشق تعرضوا إلى الكلام الخطير تعرضوا إلى مدايقات فوق أرضية الميدان في النافق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس راكم تشوفوا وهذا تبقى وصمة عار في تاريخ الويداد البيضاوي والمغرب لأنه أبداً لن نستقبل فارق في الجزائر بهذه الطريقة تخذوا حبو يديروكو بديموند مثلاً هادو مرشحين باش يديروكو بديموند فرانشمو آم بعاد بزافة آم بعاد بزافة ما شيء هكذا نهار قبل كان فريق الراجع راجع وقصت ضد الأهلي لا يعني مصرا ولا شيء هنا تشوف يعني لأنه الأهلي ليس فريق جزائري نعم لأنه الأهلي ليس فريق جزائري نهار من قبل شيء أسبوع قال ليزي سبري يعني رأي نهار قبل نحن تشعر أنه فيه نوعاً ما فيها ولكن تسمح لي بالطارق أما نفع جمهور راجع جمهور نتكلم عن جمهور راجع يعني في كل مرة يغني على الجزائر في المودة الراجعة ولكن ويداد البيضاوي نتأهلت أمام شباب لوزداد ونشوف نابكين هناك الضلم تحكيمة للشباب نتأهلت تحتها مش فلاش تهجم مش فلاش تهجم مش فلاش تهجم تهجم على الجزائرين بهذه الطريقة يعني مش من يعني من هذول لعبين يخرجون لعبين نشطفة لعبين يخرجون تحتها لابس شوف حماية القارورة طال أنه بطاقة حمراء لفريق الويداد البيضاوي ونتمنى أنه الكون فيديرال الأفريقي للكورد القادم صلت عقوبة ضد الفريق الويداد البيضاوي ولكن نعرف هنا في الكاف كان هناك فوزي لق صحنا ربما نتمنى إن شاء الله أنه الاتحاد الأفريقي للكورد القادم يشوف العقوبة تكون في مثل هكذا أمور في مثل هكذا الظروف ما شوف فقط في تصريحات معينة أو في مباراة الكاميرون ضد الجزائر هوا فريق جزائري وشوف يعاني في بالد قيل أنه شقيق هوا مثلا ماذا يعاني أبناء الجزائر ضد الويداد البيضاوي واسمة عار في جبين فريق الويداد البيضاوي والمغرب بصورة عامة